احياء مكتبة الاسكندرية وظل الحلم في اعادة بناء مكتبة الاسكندرية القديمة واحياء تراث هذا المركز العالمي للعلم والمعرفة يراود خيال المفكرين والعلماء في العالم اجمع حتى تم احياء مكتبة الاسكندرية الجديدة بعد اكثر من 15 قرن من الزمان قامت مصر بالاشتراك مع الامم المتحدة ببناء المكتبة من جديد في موقع قريب من المكتبة القديمة بمنطقة الشطبي وتم افتتاح المكتبة الحديثة في 16 اكتوبر عام 2002 في احتفال كبير حضره ملوك ورؤساء وملكات ووفود دولية رفيعة لتكون منارة لثقافة تحوي المكتبة مجموعة كبيرة من الكتب كما قدمت فرنسا اكبر صفقة ثقافية في تاريخ المكتبات هدية تصل الى نصف مليون كتاب باللغة الفرنسية في عدة موضوعات مختلفة فهي مكتبة تتسع لأكثر من ثمانية ملايين كتاب ست مكتبات متخصصة ثلاثة متاحف سبعة مراكز بحثية معرضين دائمين ست قاعات لمعارض فنية متنوعة قبة سماوية قاعة استكشاف ومركز للمؤتمرات بنيت مكتبة الإسكندرية الجديدة لتسترجع روح المكتبة القديمة ولتكون مركزاً للمعرفة والتسامح والحوار والتفاهم ونافذة للعالم على مصر اشتركوا في القناة